بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأشبال لا صوت يعلو فوق صوت النهاية الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة إن شاء الله 27 القمة بين الأهلي والزمالك طبعاً كل الأعين وكل النظرات تتوجه للسادة القاهرة يوم الجمعة حلوة أوي كل التشجيع الجماهير بتشجعوا لعبت النادي الأهلي كل الرسائل لتوصل للعبت النادي الأهلي خلال الفترة دي زي ما احنا شايفين في الإعلام الرياضي كلام كتير عن القمة بين الأهلي والزمالك أيضاً على السوشيال ميديا كمان على المستوى الأسري في العيلة الوحدة اللي فيها الأهلاوي والزمالكاوي على مستوى الصحاب اللي قاعدين على الأهوة كلام كتير عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك زي ما أقول لحضراتكم حلو جميل إن كل كل كلام ده يوصل للعب النادي الأهلي لكن التفكير في المباراة محتاج شوية من اللعيبة نظرة أخرى نظرة كل ما المباراة بتقرب كل ما الضغوطات بتزيد مش محتاج لعيبة النادي الأهلي تروح المباراة وعليها ضغوطات كبيرة ده ممكن يأثر بالسل لكن لعيب النادي الأهلي لازم ينظروا للمباراة بمنظور مختلف بمعنى لازم يكون عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى اللعيبة عندها ثقة في أنفسها إنهم أحسن لعيبة موجودين في مصر كل لاعب يكون عنده ثقة في زميله اللي موجود جنبه في الملعب وفي المباراة لازم يكون فيه تركيز مية في المية ومع ده كله لازم يكون فيه هدوء في الملعب عجبني قوي الرسالة أو اللوحة أو اليفطة اللي بعتها بمهور النادي الأهلي اللي عبت النادي الأهلي وقالولهم اكتبوا أسماءكم بحروف من دهب في تاريخ الأهلي أكيد النادي الأهلي تاريخ كبير من 1907 لعيب النادي الأهلي وخاصة هذا الجيل وزي ما احنا شايفين ده الرسالة اللي بعتها بجمهور النادي الأهلي بسالة مهمة جدا لهذا الجيل النادي الأهلي من 1907 تاريخ كبير تاريخ مليء بالبطولات هذا الجيل محتاج أنه يسطر اسمه أو يدخل في تاريخ النادي الأهلي التاريخ الكبير محتاجين نشوف من اللعيبة يوم الجمعة القادم في مباراة الأهلي والزمالك اللي احنا شفناه من بداية المشوار الأفريقي وخاصة من دور المجموعات في مباراة النجم الساحل اللي كانت في تونس 85 دقيقة لعب النادي الأهلي كانوا بيلعبه نقصين واحد بمنتهى الرجولة والإصرار والعزيمة محتاجين نشوف النجم الساحل هنا مباراة العودة في مصر لعب النادي الأهلي هما بيكسبوا عايزين نشوف الأداء ده عايزين نشوف أكبر تحدي كان في البطولة مباراة الهلال السوداني وكان فيه إصرار وعزيمة كبيرة من لعب النادي الأهلي في أجواء كانت مشحونة وأجواء جماهرية وقتها ظهر معدن لعب النادي الأهلي وحققنا نتيجة إيجابية في الخرطوم وبأداء رائع محتاجين نشوف سانداونز المباراة العظيمة اللي أدها لعب النادي الأهلي هما سانداونز سواء مباراة العودة أو مباراة الزهاب والأداء الرجولي خاصة أن كان سانداونز بيحمل معانا ذكريات مؤلمة شوية عايزين نشوف الأداء اللي احنا شفناه أمام الوداد المكسب في المغرب والمكسب في مصر المكسب اللي كان معها أداء الرجولي علشان كده دايماً بتك على حتة الأداء الرجولي والتركيز ومع أداء كله محتاجين الهدوء في الملعب وفي النهاية كلنا كجمهور النادي الأهلي بنقول يا رب